بسم الله الرحمن الرحيم يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم وهكذا كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم التعامل بالحسن مع أصحابه فيترفق بهم ويتواضع معهم ويخاطبهم الخطاب اللين الحسن ويخاطبهم بالحديث الذي يؤثر على قلوبهم قال لأبي عمير يا أبا عمير ما فعل النغير وهو طائر صغير يلاطف فيه ذلك الصبي أخ أنس بن مالك رضي الله عنه وكان صلى الله عليه وسلم تمسكه الجارية الصغيرة فتسلك به سكك المدينة فيستجيب لها صلى الله عليه وسلم وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يجيب الداعي وأن يرد السلام ولو كان على أي حال سلم علي أبو هريرة فضرب بيده يتيمم ثم رد عليه السلام وهكذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما دعيت على كراع أو ذراع إلا أجبت فلم يكن صلى الله عليه وسلم يستطلب الأمر الثقيل ولم يكن يسرف في نفقاته حتى في نفقات الزواج وفي غيرها من النفقات وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وطريقته مليئة بما يمكن للمؤمن أن يقتدي به صلى الله عليه وسلم شكرا على ق蘇ل وطريقة عليمة اشترك في القناة